السلام عليكم يا دا كاترة هنتكلم النهاردة في محضرة في مادة السيكاتري محضرة قبل ما نبدأ عايزين نفتكر الدكتور محمد زميلنا وولد زميلتنا رناد وندعوهم بالرحمة والمغفرة لجميع أموات المسلمين كما عايزين نفتكر دايما دكتور أحمد إبراهيم زميلنا في الفرق الرابعة لسا متوفي عايزين دايما نفتكر في دعاءنا ربنا يرحمه يغفر له ويلهم أهله صبر السلوان بإذن الله طيب احنا كنا متعودين قبل نبدأ أي محضرة في بداية الفيديو بنشوف حديث أو آية قرآنية ونفسرها وكده خلونا بس النهاردة نختلف شوية يعني عايزين نقرأ لثلاث صور دول صغيرين دول ونوهي بسببهم الدكتور أحمد ربنا يتقبل طيب نبدأ المحضرة المحضرة بعنوان يعني ايه من اسمها المحضرة مش صعبة خالص لا هي بس طويلة شوية شويتين بس الكلام سهل الكلام سهل جدا وممتع ويعني عادي جدا ما نتخدش بس من الكمية وحتى لو الوقت زاد لا الكلام مفهوم ومتقرر كتير يعني ما نتخدش شيء أخفي من المحاضرة اللي فاتت يعني أنا شايفها كده تمام طيب هنتكلم على الايه هنتكلم عن كزا حاجة أول حاجة الفرق ما بين الانكزيتي والفير تمام ثاني حاجة هنتكلم على بتاعة الانكزيتي وما حوالي 11 نوع تمام ما نخافش برضه لأن 11 نوع كله نوع يعني هنتكلم حاجة بسيطة والباقي كلام متكرر تمام طيب بعد كده هنتكلم على الابديوميولوجي أو اللي هو مدل شار المرض ده مثلا في الميل اكتر من في الميل ولا العكس ولا بيجي لكل نسبته قد ايه والكلام ده وهنتكلم كمال على الاتيولوجي او السيورز اللي بتفسر اللي هو حدوث الترابي القلق ده اخر حاجة هنتكلم بقى على التراتمت تمام طيب اول حاجة عايزين نعرف الفرق ما بين الفير او اللي هو الخوف الطبيعي والانكزيتي اللي هو القلق طيب الفير ده حاجة شعور طبيعي جدا لاي شخص اي شخص مش بيخايف لا ده هنقول ان ده شخص مش طبيعي تمام طيب بس الخوف بيبقى في حاجات معينة حاجة معينة تستلزم ان انت فعلا انت خايف وتدور الدفاع تمام ولكن لانكزيتي ده بقى عكس كده بيكون خوف زيادة عن اللي لزوم بيكون حاجة زي قلق غير مبرر تمام حاجة مهلاش سبب انت قعد كده في امان الله حاسس ان في اي بلو هتحصل تمام هو ده الفرامة بينه طيب نقرأ الكلام ونفسر اول حاجة بيقول ان يعني ايه يعني هو شعور كده من جواك نتيجة ان هو حصل يعني انت شايف حاجة خطر بيهدد حياتك يعني ايه يعني انت بسا قاعد فجأة لقيت كلب جاي وهيجري عليك جاي يجري عليك فده انت شايف خطر بيهددك تمام فده حاجة طبيعية جدا ان انت تخاف الموقف ده تمام هتخاف هتعمل ايه اول حاجة سمبستك يشتغل في الحاجة في الوضع ده سمبستك يشتغل طيب سمبستك يشتغل ليه عشان يقول لك ان انت تقوم تجري تمشي تمام ولكن بقى الانجزيتي بقى ان هو انت متوقع ان في حاجة خطر هيجي لك من المستقبل تمام يعني انت متوقع ان في خطر هيحصل انت قاعد كده اعمل تقول ده الكلب ممكن يجي علي ده ده عربية هتخبطني ده مش عارف ايه عارف انت اللي هو الناس اللي هم دايما قلقانين واللي هو اه انا حاس ان في اي حاجة تحصل اي حاجة وحشة تحصل تمام مع ان ما فيش اي حاجة تظل ان هو هيحصل له كده بس لا هو خايف من جوا عنده قلق زيادة عن النجوم تمام طيب ام يقول ان ولكن هم بيختلفوا طيب بيختلفوا في ايه اول حاجة هنمسك الفير الواحده الفير مور اوفن يعني الفير ده بيبقى مصاحب لان السمبستاتيك بيشتغل اللي هو الاثنوميك نيرفل سيستيم يعني السمبستاتيك بيشتغل علشان يواجه اللي هو الفيت اور فلايت اللي هو السيكشن احنا اخدناه في الفيسيولوجي في اقول حاجة ده اللي هو السمبستاتيك هشتغل مش عارف وضربات قلبك هتعلم مش عارف ايه كل الكلام ده عشان تجري من الخطر اللي بيهددك ده حلو طيب اه ليه عشان في ام ميديا دينجر تمام اسكيب بهيفيو يعني انت لازم تقوم تجري في كلب جايدك تمام ولكن مال انجزائتي انجزائتي مورقوفا مصل تنشع تحس ان يعني بنقولها ازاي او الجسمك كان متخشب تخشب في مكانك ده مش قادر تعمل حاجة تمام اللي هي الكلمة الغريبة دي اللي هي فيجيلينس تقريبا يعني دي معناها اليقظة او اللي هو اللي هو الشخص قاعد قاعد كده متأهب ان في حاجة هتحصل تمام اللي هو قاعد كده عمال يبصي مين شمال فوق تحت مش عارف ايه كده حاس ان في اي بلو هتحصل فاللو انا خايف طب يا طرى الخطر جاي من الناحية دي ولا من الناحية دي تمام قاعد مش على بعضه قاعد متأهل بان في حاجة وحش هتحصل تمام طيب وفي حاجة كمان اللي هي احنا هنلاقي كده كلمات اه يعني بتكون مش مفهومة فهنترجمها ما بعضه ولكن الكلام سهل قابوا تمام يعني ايه يعني ان الشخص التطبيعي ببقى قاعد عادى زي زي الفل كده قاعد فسلام ولكن الشخص اللي عنده اترب القلق ده ممكن الحاجات الطبيعية تجانب انه هو يعملها ليه تجانب انه يعملها عشان خايف ان ممكن وهو بيعمل الحاجة دي يحصل له حاجة تمام يعني واو حاجة زي كده. لا انا خايف ان هاومات مشة مسلا مش عارفة منها يجي اضرابي. تمام? بقى فيه او حذر يعني بيتجنب تصرفات طبيعية جدا. تمام? ده بالنسبة لاول حاجة اللي هو الفرق ما بين الفير والانكزايت. طيب. اه الجزء التاني ده مش عارفة ارقام واكوات كده حاجات غريبة كده ما معتقدش انها مهمة اصلا وحتى يعني الشرح ما تشرحتش فيها في يعني السنة اللي فاته. هو الدكتور اللي كان بشع في نجاح ما ما اذكرهوش يعني. تمام? طيب. تاني حاجة بقى نتكلم على الطيب ستبتهت طيب. اول طيب معانا اسم اه اسمه سيبريشان انكزايتي ديس اردر. من اسمها جدا. سيبريشان معناها انفصال او اه الفرائب معنى اصح. اللي هو الشخص عنده الا ان هو يحصل له فرائب ما بينه وما بين شخص عزيز عليه او شخص قريب منه. زي مثلا يعني اكتر مثلا ممكن دي اللي هو طفله ووالدته. تمام? هلا مسلا فيه اطفال بيتبقى زيادة عن نزوم كده. طبعا كل الاطفال يعني يبقوا عندهم متعلق زي اه يعني والدتهم او ولدهم او كده. اه ومش عايزين يسيبوها ولو مش يعياته الكلام ده. اه طبيعي. ولكن لما بيزيد عن الحد اللي هو لا انا مش مش هسبها انا مش هروح المدارسة واسيبها لا ده انا ده انا مش هنام لوحدي لا ده انا هنام جنبها هو ده اللي نسميه تمام? طبعا عايزين نحط سكيمة كده عامة او حاجة قاعدة هنمشي عليها عشان نسهل باقيه الطايفس. اي طيب هنتكلم عن ايه? هنتكلم عن الدسوردر ده او الانجزاتي دي بتحصل نتيجة ان حد خايف من ايه? يعني حد خايف من حاجة معين ايه? بقى السبريشن طيب ده خايف من ايه? خايف منه هو يتفصل عن حد بيحبه. تمام? تمام. طيب هنتكلم عن ايه كمان? هنتكلم عن ايه اللي هو لازم عشان نبصم بالعشر ان اللي هو الحاجة اللي معنا دي حالة من انواع الانجزاتي دسوردر لازم تتوفر فيها شروط. ايه الشروط دي? اول حاجة مسلا ان هي تكون الاعراض دي مستمرة لمدة معينة. تمام? يبقى في كل طيب هنقول المدة. تمام كده? طيب. برضو كزا حاجة كده هنقابلها في كل في كل الطيبس. تمام? لما نقولها هنا هنقولها انها هتتكار في بقية الطيبس. تمام? بحنا اول حاجة اتفقنا عليها ان الطفل ده متعلق جدا بمامته. اا مش بي بيسيبها. وفي كيزيس برضو تمام انا خدتها يعني من اا من شرح السنة اللي فاتت. اا الكيزيس دي احنا اصلا المحاضرة. المحاضرة دي هتيجي اا اكتر في العملين من النظر. يعني المحاضرة اا على كلام ناس اا يعني طوع السنة اللي فاتت قالوا ان هما في الفاينل وفي المد جالهم سؤال واحد بس في المد وسؤال واحد بس في الفاينل من المحاضرة دي. ولكن في العملي ممكن يجي لهم ثلاثة اربعة اسئلة من المحاضرة. فالمحاضرة دي مهمة جدا في النظر وفي العملي كمان. تمام? ولكن اكتر في العملي. العملي طبعا الدكتور قلت لها مبارح ان هيكا اللي متاحنا هيكا على شكل كيز يعني. يقولي انا اا خمسة وعشرين في بتشتكي من كزا وكزا بتحس بكزا مش عارف ايه. فانت حضرتك هتشخصها ايه? طب العلاج ايه? طب يجيب لك سؤال من النظر. تمام? العملي عبارة عن كيز. طيب. يبقى احنا دلوقتي احنا قلنا ان المحاضرة دي مهمة في النظر. اا في العملي اصلي. يبقى احنا عايزين نعرض كيز وكل كيز نشح عليها الطيب اللي معاني. تمام? او ممكن نشح الطيب الاول بعد كده نشوف الكيز نطبق عليه. حلو? تمام? اا يبقى احنا دلوقتي نكمل الصرح. قلنا اول حاجة ان هو بيخافي تفصل عن والدته ومش عارف ايه هو الكلام ده. تمام? نقرأ بقى الكلام. اا قلنا ان هو اا او يبقى اهم حاجة. يعني شخص متعلق بيه قوي. تمام? از اا اا ثري او ثواني كده. يعني ايه? يعني هنقول كده كزا كاريترية. تمام? هنقول مسلا خمسة او ستة. لازم يتوفر تلاتة تلاتة من الخمسة او ستة اللي احنا هنتكلم عنهم دول. عشان نبصهم بالعشرة ان دي ايه? ان دي سباريشن اا نجزيدي. حلو كده? يبقى في كل في كل بتاعها في كل نوع. هنقول اا لازم يتوفر كام شرط. ولازم المدة تبقى كزا. تمام كده? اتفقنا? تمام. عندنا تلاتة حاجات من الحاجات اللي احنا نقولها دي لازم تبقى موجودة. اول حاجة. يعني ايه? يعني الطفل ده كل شوية حيث ان هو ايه لا مش قادر يسيب ممتو. اا ليه? لان هو متوقع ان هو لما يتفصل عنها اا لا ممكن يحصل مسلا حاجة وحشة. او ان هو اصلا مش قادر يسيبها مش قادر يخرج من البيت. تمام? عشان ايه? عشان ما يسيبهايش. تمام? تاني حاجة اا 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 اكسيزف. وري اباوت لوزنج ميجور اتاشمت فيجرز او اباوت بوسيبول هارم توزم. مش عارف ايه? يعني ايه? يعني احنا خايفين الشخص ده يكون خايف ان مسلا والدته تروح للشغل. ليه? ممكن ان ممكن ان والدته هي راح للشغل. احصلنا مسلا متقدر الله حادثة. تمام? خايف ان احصل لها حاجة. خايف ان احصل له هرب. تمام? aaaaa خايف ان هو يفقدها. يفقدها عن طريقت ان هو قادر الله تموت او كده. او خايف ان هي تدعب. تمام? وهو مش معايا. اا? خايف ان هي مسلا تتخطف. اا تمام? اي حاجة. ان هو خايف ان هما ينفصلوا عن بعد. لمي? لان? خايف ان الشخص التاني دا يحصل له اي حاجة ما ترجعهش لي. تمام? دي تاني حاجة. طيب تلات حاجة. نفس الكلام بردو بيتقال. ان هو الشخص ده خايف ان هو يحصل يعني حاجة غير مروفية. تمام? زي ايه? ان هي والدته دي مسلا تطور. او كدنابت وتخطف. او تعمل حادثة. او تبقى تعبانة. تمام? اه ففي الحالة دي هيحصل ما بينهم. تمام? طيب. رابع حاجة. او 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 يعني ايه? يعني هو برضو دي معناها ان هو بيمانع. بيمانع او ان هو يرفض ان هو يخرج برة. او يبدع عن البيت خالص. سواء كان مدرسة سواء كان عمل. طيب نكمل. اه كنا قلنا ان هو الشخص ده بيمانع او بيرفض ان هو يخرج برة. سواء اه يخرج من البيت او يروح للمدرسة او يروح مسلا وديده وتروح اللي هو الشغل او اي مكان تاني. ليه? لان هو خايف ان هو ينفصل عنه. تمام? طيب. اه خمس حاجة. او او اي حاجة او اي حاجة او كده. لازم يكون معايا حد من يعني اللي هما ناس قريبين دي. تمام? اه سواء كان في البيت او في اي مكان تاني. تمام? اه طيب. سادس حاجة. او يعني بيد عن البيت او او حتى جول بيت لازم يكون اه حد قريب ليه نايم معايا والدته مسلا. تمام? سبعة. 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 يعني ايه? يعني هو مش بيكتفي بس ان هو بيخاف ان هو يسيبها. لا. حتى لما بينام بيجي له كوابيس بيحلم ان هو والدته مسلا بينفصل عنه. احنا دلوقتي يعني خدنا المثال ان هو طفله والدته. تمام? اه والدته مسلا بيحصلها لا قدر لا حدسة او بينفصل عنها او اي حاجة. يعني بيحلم ان هو حصل. تمام? تمام? زي الهدك والزي الهدك والسطومك اللي هو يعني الواجع في المعدة يعني. تمام? الحاجات دي يعني دي بتبقى موجودة اصلا اسمها او يعني دي بتندل ان هو فيه تمام? يعني بيحس بالحاجات دي لما يحصل او اصلا ان هو مجرد ان هو يتوقع ان هو ممكن يحصل له مع الشخص اللي بيحبه ده. بيحصل له يعني بيتعرض لهدك وينزي وكده. تمام? طيب. يبقى دي التمانية اللي احنا قلنا ان هو لازم يكون عنده تلاتة منهم على الاقل عشان نعرف نشخصه ان هو ده ايه? اه سبريشن لازم اربع ويكس تمام? احنا قلنا ان في كل طيب لازم نعرف المدة اللي هي مطلوبة عشان نعرف نشخص ان الحاجة دي هو النوع الفلان. تمام? يبقى احنا قلنا ان لازم يكون عندنا تلاتة من التمانية اللي قلناهم فوق. تاني حاجة المدة ما تقلش عن اربع اربع سبع في الاطفال ولكن في الكبار ممكن تبقى ستة شهور. تمام? المدة دي مهمة لانها بتفرق كل طيب عن التاني. تمام? ونعرف في كل طيب عايزين كم هنا في الطيب ده قلنا ان احنا عايزين تلاتة. في تاني هنقوله اربعة هنقول خمسة. تمام? طيب. اه الحاجة اللي بعد كده الحاجة اللي باقي الكلام ده بقى كل ده هيبقى مقرر في باقيت الطيبس. هنقوله بنفس الموصل. تمام? بيقول يعني ان دي او اللي هي الحاجات اللي بتحصل دي او ان هو مش قادر يسيبه او مش عارف ايه. هتى هتسبب مشاكل اه في الناحية مسلا الاجتماعية في الناحية التعليمية لو كان طالب بيدرس. اه في الناحية الوظيفية تمام? اي اي حاجة اي وظيفة بيقوم فيه بيقوم بيها الحاجات دي هتتقصر. تمام? طيب. ويقول كمان اه اخر حاجة اللي هو رقم دي دي اه معناه بيقول يعني ايه? زي حاجة زي احنا قبل ما نشخص ان التيب ده مسلا يعني نفكر كويس. انت كدكتور كطبيب نفسي انت تفكر كويس. هل الاعرض ده متشابه مع مرض تاني? زي مسلا اه في مرض اسمه ايه? اه زي مسلا او يعني اه اللي هي الهلوسة والحاجات دي. اه تمام يعني بيبقى فيه امرات كتيرة اه من ضمنها يعني الاعراض بتاعتها متشابهة. فاحنا لازم لازم نتأكد ان اللي بتحصل دي مش مش بتكون يعني مش بتكون بتدل على مرض تاني. حاجة زي كده. تمام? الجملتين دول هي هيتكرروا في بقية الطيبس. مش هنقررهم بقى بعد كده. تمام? طيب. بقى ده خلصنا اول نوع معانا من اللي هو ايه? اللي هو تاني نوع معانا بقى اسمه اه ميوتزم. تمام? طيب النوع ده بيبقى بيبقى القلق بخصوص ايه? النوع ده بيبقى القلق بخصوص ان الشخص ده اللي هو عنده مش قادر يتكلم في المواقف اللي هي بتتطلب منه ان هو يتكلم. يعني ايه? يعني مسلا الطفل اه في المدارسة اه المفروض ان هو مسلا هيقول حاجة في الازاعة. لا هو مش عارف يتكلم. مع انه في البيت بيتكلم عادي مع انه هو اصلا عارف هو هيقول ايه وبيعرف يتكلم واللغة بتاعته تمام? وكل كل كل الكلام ده مصبب. ولكن المشكلة عنده ان هو مش قادر يتكلم قدام ناسة. تمام? او مسلا واحدة راح تعمل انترفيو. تمام? اه هي محضرة كلامها كويس جدا. وعارفة هي تقول ايه? وعارفة انها هتجاوب بكزا وكزا. وعارفة ان هي مسلا اه وهي مسلا عندها لغة عربي وانجليزي مسلا مش 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 الشخص اللي بيعملها انترفيو ده اه الا مسلا كلمة فرنسية. ولا هي معنداش اي مشكلة في اللغة ولا في المعرفة ولا في التحديوة ولا اي حاجة لأ هي كل مشكلتها انا مش عارفة تتكلم. تمام? نكمل انا وقفت بس معلش عشان في دوشة جنبي. تمام? نكمل. يبقى احنا قلنا ان الشخص ده هو في الحاجات الطبيعية في الظروفة الطبيعية بيتكلم عادي. يعني ممكن البنت دي تكون او است صحابها واست اهلها واست مسلا اي حد بتتكلم عادي تمام وبتدخل في فنقاش وزي الفل. لكن بقى لما مسلا تحطف موقف اللي هي مسلا تعمل او مش عارف ايه او الطرق مسلا نخطب او ايه حاجة. لأ لسان هويف. تمام? اه يبقى نقرأ بقى الكلام. يبقى هو يعني مفروض في الموقف ده المفروض ان انت تتكلم عادي. زي مسلا في المدرسة اذاعة مسلا زي ما قلنا. مع انه في ايه حاجة تانية بيتكلم تمام? تمام? تاني نقطة اه اه دي برضو الكلام ده مكر ان هو دي بتتعارض مع ان الشخص اللي عنده مشكلة ده ممكن يسبب له مشاكل في التعليم بتاعه في الوظيفة بتاعته في الحال الاجتماعية بتاعته تمام? ده كلام معروف يعني. تالت حاجة معلش انا مش عارفة في ايه. اه احنا قلنا المدة في كل شهر مهمة. المدة اه المدة اصد في كل طيب مهمة. قلنا فوق لازم يكون اه في الاسفال والاسفال 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 وفي الكبارسة التشوف. هنا بقى في قلنا ان هو لازم يكون تمام? ولكن اه نستثني من ده مسلا اللي هو الطفل اللي هو لسه لسه خارج من الكي جي ورايح للرحلة اولى قلما الدرسة. تمام? اه فالشخص ده طبيعي فالطفل ده طبيعي في اول شهر ممكن ما يكونش منسجن بقى مع صحابه ومش حارف ايه الكلام ده. فاحنا نستثني يبقى نوت تمام? من بعده نبدأ نعد نشوفه هل لو استمر شهر كمان يبقى عنده مشكلة. تمام كده? تمام. طيب النقطة اللي بعد كده معنا زي ما قلنا ان هو مش عارف يتكلم مش عشان ان هو مش عارف ان يقول ايه او اللي هو مش عنده معلومات يقولها لا ده هو عنده معلومات وكل حاجة ومرتاح مع الناس اللي قدامه يعني عادي تمام ما فيش اي مشكلة ومسلا مشكلة مش في اللغة اللي هو المفروض ان هو يتكلم انجليزي وهو مسلا ما يعرفش عارب. اللي عربي بس لا هو بيعرف الاتنين عادي ولكن هو مش عارف يتكلم. تمام? نقطة اللي بعد كده بتقول زي زي ايه? ايه يعني ايه الجملة دي زي ما احنا قلنا في النوع اللي فات ان ناخد بالن حاجة زي لازم قبل ما نشخص ان ده ناخد بالن الحاجة دي مسلا ممكن تكون طبع مرة تاني. ايه المرة التاني اللي ممكن يحصل في حاجة اسمها تمام? وفي حاجة كمان اسمها او سكيزوفريني او اي اي ساكتر بالتاني. تمام? الحاجة دي انا اخد اصلا بالتفصيل بعد كده. بس انا مش عارف يعني ايه اوتزم دي. سواني بس نشوفها. مش مهم المهم ان احنا عرفنا الفكرة اصدقى اصدقى ان هو ممكن يكون الحاجة دي بتكون بسبب مرة تانية فاحنا ناخد بنا احنا اصلا ناخد الامرات دي كلها بعد كده تمام يبقى احنا كده خلصنا انا قلت خلي الكازز في الاخر بحيس انها تبقى انها زي تدريب كده تمام ها عرض الكاز ونقول دي دي انهي طيب تمام طيب اه ان هو اللي بعد كده معنا حاجة اسمانه بسبب سيفك فوبيا دي طبعا مش محتاج شرح اللي هو الحاجة الفوبيا اللي احنا عارفين اه حد عنده فوبيا من الحشرات حد عنده فوبيا من من الالم حد عنده فوبيا مش عارفة من المرتفاعات تمام دي بتختلف من شخص للتين بالمناسبة بس يا جماعة احنا يعني اه احنا دلوقتي بناخد سايكاتر يعني اه المفروض ان احنا يتعامل كتكاتر تمام يعني هو مسلا حتى في حياتنا العملية ما انا ايش مسلا حد من صحابنا بيخاف من حاجة معانا نوعد نحكر بقى حاجة زي كده وانت ازاي ومش عارف ايه ونتحك واجور وشانا والكلام ده والله هو انجيب له الحاجة اللي بيخاف منها دي نوعد نخوف بيها اه الحاجات اللي عبعد دي يعني احنا نكون مسلا احنا صغيرين مكناش واخدين بالنا من حاجة زي كده بس احنا خلاص يعني جبرنا وفهمنا ان دي حاجة بتبقى غزمة عن الواحد وبتبقى مرض بجد تمام فيعني نحاول نراع حاجة زي كده يعني واحنا قصلا بناخد كل حاجة نراعي ان الشخص ده عنده مشكلة فيها يعني عادي ما فيش اي مشكلة مش مش شرط عشان حضرتك سليم بيبقى الناس كلها عقلة وتمام زيك فاهمني يعني عشان الحوار ده بس بيستفزيني تمام نرجع نكمل اه سبيسيفيك فوبيا قلنا ان هي شخص كل شخص ناسا ممكن يكون عنده فوبيا من حاجة حد عنده فوبيا من العناكب او اي حاجة تمام يبقى زي اللي هي الحشرات يعني او المرتفعات او الانيمالز او الانجيكشن اللي هي الحؤن او سينج بلوت حد عنده فوبيا من الدم تمام من اللحظة اكتر فين في الاطفال وفي الاطفال بقى يعني بتبقى مصحوبة او ايه بتبقى مصحوبة فيروف انجزيتي بنحس الشخص ده الان الطفل الان بيعبر عن انزان هو الان بيود يسرخ او يعيه او تان ترامس دي اللي هي تقريبا او كده او المشكلة في المحاضر دي انها مديانة كلام كلام غريب كده انا عدت تارجين جديد تان ترامس دي معناها نوبات الغضب هالطفلة هيبان علي نوبات الغضب اللي هو يعني يعني يقصر اي حاجة او يقصر اي حاجة او يقصر في الارضة او الكلام ده او تحيس النوعة بتجمده سقعين كده او تشبس يعني اي تشبس يعني يتشبس يعني مسلا يتشبس مسلا في شخص في øمه مسلا في اي حد يشب هوا يشب عليديه كده كأنه مش قادر يسيبه كده من كتر وخفقة ولا اتاني حاجة معنا اا الفوبك او دي invisible object ما هو طبيعي يعني حاجة بيخاف منه. ثلاثة حاجة بيقول ان يعني الشخص بيحس ان هو الآن او خايف او كده. فبيتجنب الحاجة دي. كله برضو كلام بدي. زافير او تقف بربور شواني كده. اه اكشوال دينجر. مش عارف ايه كنت. يعني بقى السطر الغريب ده. معناه ان الشخص ده بيخاف من حاجة الناس الطبيعية مش بتخاف منه. يعني ده مسلا مش اسد فان الطبيعي ان كلنا نخافه تمام. لا. ده مسلا ممكن يكون نملة. تمام? فان الطبيعي ان النملة دي مش مش هنخاف منها. ولكن الشخص ده هيخاف. تمام? بقى السطر انه معناه ايه? معناه ان الخوف من الحاجة دي. بيكون حاجة مش الطبيعي ان هو يتخاف منها. تمام? طيب. الحاجة اللي بعد كده. او الافويدنس ده. او اكتر. تمام? ناخد بالنا من المدة. قلنا فوق شهر اول نوع خلص اللي هو قلنا ان هو احنا بالنجا هوا احنا ماشينا. قلنا في الاطفال او شهر. تمام? قلنا في في القبار ستة شهور. تاني نوع خلص اللي اكتر بيقولنا ان هو كان شهر برضو. بس نستثني من ذلك ايه? اول شهر في المدرسة بالنسبة لالاطفال. تالت نوع معنا اللي هو او في الفوبيا دي. ان هو ستة شهور. تمام? او اكتر. تمام? النقطة اللي بعد كده بيقول ان الفرقة او النجزاتي او او افويدنس كوز كلينكا ليسا جنيفكنس دسترس او او مش عارف ايه. السطر اللي هو برضو بيتكرر ان هو الخوف ده بيسبب له مشاكل في حياته الاجتماعية حياته الوظيفية مش عارف ايه اللي هو ممكن مسلا يكون اا واحد في امتحان شاف ناملة مسلا جاي من بعيد ساب اللي امتحانه اا وعمال بقى يتنطط ومش عارف ايه خايفه الكلام ده. تمام? طيب النقطة اللي بعد كده از نوت از نوت از نوت بيترا برضو اللي هي اللي هي الجملة بتاع او اللي هو احنا ناخد بالنا ان هي ممكن يكون العرض ده متكرر في كزا في كزا ما رد ايه ده من الأمراض اللي هي ممكن يعني اا يتتشبه في الاعراض حاجه اسمها اا اجورو فوبيا معناها دي اا رهاب الخلاق تمام? اللي هو الشخص بيخاف ان هو يبقى لوحده تمام? او اللي هي الابسيسيف كمبارسو مش عارف ايه دي 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 هالسواسي القهري يعني اا او بوسط تروماتيك بوسط تروماتك ستريز اا اللي هو ديسوردر معناها ان الشخص من اسمها كده الشخص حصل له تروما من حاجة معينة فبقى كل ما يشوف الحاجة دي يخاف منها او او قصدي يعني ما يحبهاش تمام فدي ممكن يعني الدكتوري يختلط عليه الامر ما بين المرادين دون فناخد بني بوست الترماتيك دي سؤول دي مثلا زي ايه اللي هو مثلا اتنين مخطوبين فمسلا انفصلوا فقبل كده كانوا بيعدوا في مكان فالبنت دي بقى او الولد ده بي يعني ما بيحبوش يعدوا في نفس المكان لو انا خصمت الشرع اللي مشينا فيها والكلام ده تمام كده فيعني هي دي بقى تمام فدي تختلف عن حلو وقت تاني كمان في حاجة اسمها دي برضو ممكن يعني اا فاهمين اللي هو ممكن يكون الاعراض متشابه تمام الساطر ده قلنا ان هو حاجة زي تمام طيب اا برضو قلنا اا حكاية الاكواد دي بصراحة انا مش فاهمة ايه دي دي الارقام دي وغالبا هنا بيدي لكل حاجة كود يعني مسلا سبايدرز والانسكت والدوكز بيديها كود اللي هو تلتمية وتساوة شنو مش عارف كده تمام فيعني بيدي لكل حاجة كود فحاجة مش مهمة تمام طيب وصلنا للنوع الرابع اللي هو معناها من اسمها ايه الفوبيا الاجتماعية احنا انترجمه كده عشان نفكر ايه معناها ان الشخص ده اا حاسس ان مش عايز يكون اعاد مسلا في مكان في ناس كتير والانس كتير هيركزو معاين اللي هو هيتهيقلو الناس كلها بصاره هو يعني حاسس ان انا محور الكون دلوقتي تمام اللي هو مثلا لو لو حركت ايدي لأ الناس كلها تاخد بلا لا دعنا لو كلت حاجة الناس كلها هيبصوا لي تمام الحاجات دي تمام يبقى هو معناها ان هو الشخص بيحس ان هو معرض ان الناس كلها تبص له او تدقى في او ترقبه تمام زي اللي هو مش قادر يتكلم اللي هو هتكلم هيقوله ان الناس كلها ايه بصلي وانا بتكلم ناس كلها مركزة في كلامه والكلام ده مش مش عارف يقابل ناس هو مش عارفهم تمام يعني في ناس كده وتقدرش تتعامل مع ناس مش عارفة هو حاس ان هو الناس كلها بصره يعني هو ياكل او يشعب لا حاس ان الناس كلها بصره تمام طبعا الحاجات دي فيه غزة منها من الطبيعي ان هو مش من الطبيعي ان انت تبقى قاعد مرتاح وبتاكل وتلاقي شخص عمال ما بحلق لك تمام ولكن في حدود تمام يعني اللي هو الشخص ممكن ما ياكلش اللي هو انا لو حطيت حاجة بفوقي هحس ان الناس كلها بصره والناس كلها بتتكلم علي ناس كلها بتضحك علي كلام ده فاهمين او اللي هو ادي حاجة قدام الناس اللي هو قدام جمهور يعني زي جزبتي او ان انا قلقي خطبة تمام طيب في اللي بقى ا ا ا ا ا ا او دي حاجة بقى مهمة هما يعني على كلام برضو الناس اللي هما قوار بيقول ان حاجة الفعلة بيركزوا فيه المهم ان في اللي لازم يكون اه الحوار ده بيحصل يعني ايه بيرستنج يعني الطفل وهو قاعد مع اهله واسط صحابه كده برضو بيحصل له نفس القلق ونفس ان هو مش قادر يتكلم ونفس ان هو مش قادر يعمل اي حاجة وهو قاعد مع اهله وصحابه وزايت كمان ان هو مسلا قاعد مع ناس ما يعرفوه يبقى لازم الشخص ده الطفل ده يكون بيحصل له الحاجة دي في الحاجته سواء ناس صغربة يعني غربين عنه ما يعرفوش او نفس اهله وصحابه كمان ده معنى كلمة اللي هو بيرس دي النقطة اللي بعد كده بيقوله يعني ان الشخص ده او البنت او الولد ده خايفين ان هم يعملوا حاجة غصبة عنهم يحسوا ان الناس شايفينها بطريقة وحشة او تكون الى حاجة مهينة اي حاجة مهينة لهم يبقى لحدهم حاجة مهينة او حاجة مهينة او حاجة مهينة يعني ان يعملوا حاجة لما الناس يحسوها هم يحسو بأهنة او بأهنى حروق فبالتالي ممكن يعني يعني يعملهم او اللي هو ينبزوهم تقريبا النقطة اللي بعد كده بيقول ان يعني الشخص ده لما بيتعرض للسيطوشن ده بيحصل له نفس الجملة اللي بتتكرر برضه في كل طيب طيب بيقولك اللي قلنا بقى الحاجات دي كلها فوق تمام مش رينك انجلوها تحس ان هو تقريبا بي والله ما عارف عنها ايه فلنج تو سبيك اين سوشيال ستوشن يعني الطفل ده عمالي عاية عمالي يسرخ عمالي يترعش مش عارف ايه مش عارف يتكلم يعني الحاجات دي بتحصل يعني بتحصل على الاطفال لما بيتحطوا في مواقف اه هم مش قديني تقريبهم معايا يعني عندهم سوشيال فوق تمام طيب النقطة اللي بعد كده انا مش عارفة ايه كل ده بصراحة بس معالينا معانا ايه معانا ان الشخص عنده اناجزاتي من الحوار ده فهو بيتجنب ان هو يقعد مسلا في مكان فهمينه مش بيقعد في تجمعات مسلا نقطة اللي بعد كده بيقول برضو نفس الجملة دي معاناها ان ان مسلا اللي هو في حاجات بتبقى مقبولة وفي حاجات مش بتبقى مقبولة للناس يعني ايه يعني مسلا انا طالع وسط اه مسلا مليون واحد فطبيعي يكون عندي وهاب انا لو ما عنديش وهاب او اللي هو انا طالع كده وزي الفلو مش مكسوف ولا محرج ولا اي حاجة هيبقى انا اللي عندي مشكلة تمام ولكن لو مسلا انا طلع مسلا قدام زمايلي او كده اعادي يعني مش كل الناس مش دال طبيعي ان يحصل حاجة تمام يبقى الساطر ده معاناها ان هما بيتحرجوا او بيخافوا ان هو يعني يتجمعوا في ظروف ان الناس الطبيعية ما تخافش منها تمام كده طيب toute النقطة اللي بعد كده اللي هي الرقم F بيقول الفير او الإنقذائي العافويدنس بيكون 6 اشهور تمام؟ نحن برضو 6 اشهور دي موجودة في موجودة في دا و موجودة في اللي فوقها بعض الاو انا مش فاكر انها كان اسميه ايه الصلاح طيب الفير او الإنقذائي العافويدنس الدولس اي برضو بيقول ان هو يحصل له مشاكل في الكو Cheryl او في في الإكاديميك او في كلها هيعملوا مشاكل في حياته الموظيفية في حياته التعلمية في حياته الاجتماعية تمام؟ طيب لها رقم اتش بيقول هانت هي اربعة بيقول في رقم اتش بيقول يعني ايه يعني الحاجات دي مش بتحصل نتيجة انه مسلا بيتعطح حاجة مسلا او دراج او كده او اي حاجة من حاجات اللي بياخدوها دي او مسلا ان هو عنده مشكلة صحية مسبب باله للاحراج ده لأ يعني دي بتحصل طبيعي تمام طيب اللي هو يكون عنده البانك ده هناخده اصلا ده معناه ان هو الشخص ده حاس ان في حاجة غلط في شكله في جسمه فكده حاس الناس هيعود يتكلموا عليه فهو بيتجنب ان هو يكون في مواقف فيها ناس كتير لو مسلا نحاس ان المنامحي مش حلو نحاس ان ايدي اكذا تمام او ان الشخص ده مثلا يكون عنده اا يعني ده مرض ده مرض لوحده تمام او ان الشخص ده اصلا عنده بيرنز او عنده او صوات او كده فهو يعني بيتجنب ان الناس تشوفها تمام في الحالة دي من تكونش المرض اللي هو اللي احنا نتكلم فيه اللي هو بتاع السوشيل فروب لا ده بيكون حاجة طبيعية ان هو عندك حاجة بيتخبيها او محرج منها تمام طيب اا اخير نقطة او معنا ودي مهمة الحاجة اللي فيها مهمة يعني اا الدكتور بردو اللي كان بيتشح السنة الفاتت بيقول ان جالهم اا جالهم يعني مسلا اللي هو هيقول مسلا حد عنده يعني هيقول مسلا اا نوع من نوع من الانجزايتي اسمه كذا مثلا ده بيجي نتيجة ان ممكن يكون شخص عنده هايبر سيردزم ولا هايبو سيردزم شوفوا الحد ايه يعني الدرجة ان هو هنفرق ما بين الهايبو والهايبر فاي حاجة فيها ميديكا الكونديشن احفظوه تمام يبقى الميديكا الكونديشن ممكن يؤثر على الحرور ده يزوده اكتر ان هو الشخص ده يكون عنده اصلا باركينسون او الشخص ده يكون ابيز تمام او الشخص ده عنده حروق تمام فبالتالي الحاجات دي هتأثر ان هو هتزود يعني ما بالك يعني هو اصلا شخص في الطبيعي عنده روابط تمام ما بالك بقى هو عنده باركينسون ولا ما بالك هو تخين ولا ما بالك هو عنده حروق هتزود الحوار اكتر تمام طيب اا كده خلصنا النوع اللي نتعرفه الرابع تقريبا اا اللي هو ايه اللي هو اا النوع الخامس معنا في اا حاجة اسمها بانك ديس اردى اللي هي البانك اللي هي نوبات اللي هي البانك اتاك تمام اا دي بتبقى عبارة عن اا انكس بيكتد بانك اتاكس تمام اا البانك اتاك دي بتكون اللي هي الكلمة الغربة دي في معناها اندفاع مفاجئ اا من الخوف تمام وصعور كده عدم الروح تمام يعني مسلا خلال مسلا كم دي كده تحس ان هو جاي باخر خلاص الوصل للبيك تمام النوبات دي وصلت للبيك او التاكس دي وصلت للبيك تمام يعني ايه يعني في خلال الكم دي دول لازم اربعة او اكتر من الحاجات اللي احنا نقولها لازم يحصلوا تمام يبقى ناخد بالنا من ارقام دي احنا قلنا في اول نوع خالص اللي هو كان سباريشن طيب ده لازم ثلاثة او اكتر يحصلوا تمام هنا بقى في البانك لازم اربعة واكتر يحصلوا تمام طيب ايه اللي اربعة دول يعني من ايه بقى الحاجات اللي هي ممكن تحصل لازم يكون اربعة منهم حاصلين ده اول حاجة بيقول هنا النوت بس ان الاندفاع ده ممكن يكون في حالة القلم ستيت او في يعني ايه ممكن يكون الشخص الان ويحصله القتاك دي ممكن يكون الشخص عادي قلم جدا وعادي وهادي وزي الفل اا وفاق يحصل التجديد طيب هيظهر عليه ايه اللي هي المفروض يحصل منها اربعة اول حاجة يعني يحس ان في رف رفة كده وضربات قلبه وعمالة سريعة تمام تاني حاجة عراق جامد اللي هو رعشة او يعني ايديو كده عما تتريش وتتهز تمام اا بعد كده مش يعني مش قادر ياخد نفسه للاخر تمام فيدنج او يعني حس ان هو ادخني اا شست بين او يعني حاس ان في في عدم راحة كده او واجعة في منطرة الشست نوزي او اب دومنال سترس فيلنج ديزي حاس ان هو دايخ اا اا انستيدي او لايت هيدد او فنت يعني ايه لايت هيدد دي اا اعرفين ان هو لو قبل ما قبل ما شخص مسلا يفقد الوعي او يغمى عليه بيحس ان الدنيا كده خلاص سودت كده وحاسس ان هو مش طيب حاجة اا ده تقريبا معناها اللايت هيدد تمام في اللايت هيدد ده ويدخل في فنت تمام هو يوم عالية طيب او يحس كده بان هو اا الحارة بتاعته عالية او يحس ان هو في فيفر تمام اا بارسيزي او اه اا او تنجلينج سنسيشن حاس ان فيه تنميل كده تمام في وشه وفي رجله في ايده تمام من هم ان فيه تنميل اا اا دي اول ايزيشن او فيلنج ان رياليتي او دي بولار دي برسوليزيشن بين جديد اا دي تاجد فروم بانسل في يعني ايه بقى الكلام ده دي اولايزيشن ده اا الحاجات دي ممكن تكون حاصلة لحد منان عادي او فجأة كده تحس اللي هو دماغك كده فالليسانية بتفصل على الواقع هتقوله انا فين يعني انا مين اصلا انا ايه اللي موجود يعني انا في المكان ده ازاي او كده تمام لو انا حاس ان انا منفصل عن الواقع او حاس ان هو انا مش عارف انا انا مين ولا ايه اللي حاصل لي تمام هو الشعور ده بقى بيحصل في الاتاك بنك اتاك طيب الحاجة اللي بعد كده رقم 12 يعني هو حاس ان هو يفقد السيطرة على نفسه وهيتجنن دي برضو اخرتين دول مهمين هما بيجوا في الكيس تمام او وحاس ان هو هيموته تمام اه بيقول ايه حاجة اسمها زي حاس ان في حاجة في رقابته كده او هدك او 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 اه الحاجات دي ممكن تحصل عادي يعني ممكن تحصل في خلال الاتاك عادي ولكن الحاجات دي مش هنعدها من ضمن اللي احنا اللي احنا عايزينهم تمام يبقى هو السيمتوم دي شودنت كونت از وان اللي اربعة اللي احنا عاديهم دول من التلاتاشر اللي احنا قلناه حلو كده يبقى التلاتاشر دول عايزين منهم كام عايزين منهم اربعة تمام طيب اه تاني نقطة بيه بيقول اتليست وان وفزا اتاكس has been followed by one month or more of one or both of the following يعني ايه بقى السطر ده في الحالة مش فاهمة قوي اه ولكن يعني اه اصده ان هو في خلال مسلا شهر من بعد الاتاك دي ما تحصل لحد ما يحصل اتاك تانية اه بيلاقي حاجة او حاجتين من الاتنين دول دول بقى مهمين ايه بقى الحاجة او الحاجتين اللي بيحسنهم خلال الشهر ده يعني بيكون في خلال الشهر ده حاسس ان هو يعني هو خايف او عنده يدخل في اتاك تانية تمام او يحس بالحاجات اللي هو حاسها في الاتاك ليه هارت ريت عالي او او ان هو هيفقد السيطة ويبقى مجنون تمام هو خايف يحصل له اتاك تانية تمام تاني حاجة مالا ايه بقى السطر قريب ده معناه ان هو خايف يحصل له اتاك فخايف فيعني في في قول لا انا مش اعمل اي حاجة ممكن انت خلني في قتك اللي هو مصلا انا في الطبيعي بامل اكسرصايز باصحى الصبح مصلا بتمشى شوى او ايجر شوى او كده الibilities يعني انا مش هتمشى او مش اعمل اكسرصايز او مش هلعب اريدا و اعمل اي حاجة علشان خايف يحصلي قتك تمام يبقى اي اجسرصايز هو بيعملها حاجة يعني عشان� Wonderful عشان خايف ان هو يحصل له قتك تمام كده طيب كده خلصنا تاني sphere النقطة اللي هما الحاجتين اللي هما ممكن يحصلوا اه في خلال الشهر ده. طي. النقطة اللي بعد كده بيقول برضو بقى الكلام ده بقى اللي هو اللي احنا قلناه. اللي هو اللي هو بيتكرر يعني في كل الانواق. اللي هو النقطة يعني الحاجة دي حصلت نتيجة يعني حصلت ان هو عنده بينك التاكمش ان هو مسلا مضمن مخدرات او حاجة تانية. او بياخد داو ممكن يعمله له الحاجات دي. او اي ميديكا كونديشن تاني زي الهايبر سيروديزم او الكارديو برمولاري دي سوردر تمام دي دي اللي بقول لكم عليها جاتلهم. جاتلهم في الاختيارات بقى هل هي هايبر ولا هل هي هي هيبو اللي ممكن تأثر على البنك. تمام? فالاجابة طبعا اي هايبر? طيب احنا يعني يعني فرضا ان احنا ما نعرفش هايبر هايبر سيروديزم. الشخص بيكون في حالة اللي هو هيجان كده او اللي هو عموما كده تحيس ان هو مش قاعد هادي. ولكن الهايبو سيروديزم ده شخص بيبقى نايم. الميتابوليزم عنده هادي كده تمام? في يعني بالفهلاوة كده هنحل لها ان هي هي هيبو سيروديزم فبيخليه جيله اتاك تمام? طيب. النقطة اللي بعد كده بيقول زي البنك اتاك دي مش لازم في كل مرة نقول عليها انها بانك اتاك ممكن تحصل نتيجة ان هو اتعرض للموقف خلاه خايف شوية تمام? او ممكن يكون شاف حاجة ممكن يعني بتخوف فوبك اوبجيكت تمام? ده في حالات ايه في حالات الاسبيسيفيك فوبيخ فناخد بانه تمام? ممكن تدخل في اتاك في حالة دي تمام? او مسلا اللي هو اللي هو اللي هو الاو سي دي اللي هو السواءس القهر حلو كده او اللي هو بسيتروماتيك استرس دي سوردي نفس الكلام اللي احنا اقول له فوق او سباشا نتزهند سوردي كل الحاجات دي اه كل الحاجات دي ممكن يسحب اتاك عادي. تمام? فاحنا ناخد بانه هل الشخص ده عنده فعلا اتاك ولا اللى هو ممكن يكون جالو كده صوادفة ناتجة الهاجات دي. تمام. ده كده النوع الخامس معانا اللى هو الاتج. آآ النوع السادس معانا اسمه اجراج اجماغى ده معناه ايه. معناه آآ رهاب الخلاق. ان هو الشخص خايف يبقى الوحده. ولكن مش خايف ان هو يبقى الوحده ان هو يكون في مكان لوحده لأ. آآ يعني معناها ايه؟ معناها ان هو خايف يبقى الوحده ومش معا حد يساعده ان هو مثلا يهرب في حاجة او ان هو مثلا لو احد يسنده تمام يا رب تكون مفهومة يعني هنقرأ ونفسر اكتر طيب بيقول ماركت فير انجزاتي ابوت تو اور مور افزا فلونجي بقى اتنين او تلاتة من دول عشان نبصم بالعشرة ان هو ايه ان هو اجورافوبيا تمام باحنا قلنا اول نوع خالص اللوات سبريشن تلاتة او اكتر تمام قلنا في الهو الاسم ايه البانك قلنا اربعة او اكتر هنا بقى في الاجورافوبيا قلنا اتنين او تلاتة حلو كده طيب اتنين او تلاتة من ايه بالزبط الشخص ده اللي عنده اجورافوبيا ده مش بيخايف ان هو يركب مواصلات تمام زي او الباص او الشبس او اللي واحده يعني او يخاف ان هو يكون في اماكن مفتوحة زي او او اماكن مقفولة يعني هو لمفتوح ولا مقفول مش عارفة بقى هنعمل له ايه تمام زي مسلا محلات او مسرح او سنوة او كده طيب تمام اللي هو خايف يكون في وسط الزحمة يعني هو حاس ان هو في الزحمة بس هو حاس ان هو الواحده فاهمين اا بينج او سيد او زهوم الون هو مش قادر يخرج برا البيت لوحده لازم يكون معا حد تمام طيب يبقى لازم يتوفر كام اتنين او تلاتة من الحاجات دي اتنين او تلاتة او ايه اتنين او تلاتة من الحاجات دي تمام ناخد بالنا بس عشان الحاجات دي ممكن تيجي عسئل طيب اا النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده معانا بيقول ان يعني ايه يعني ايه يعني هم مش بيكونوا اا حابين ان هم لوحدهم او حابين يبقوا في زحمة او في طيارة او في موساط او في الكلام ده ليه شانهم احسين ممكن يحصل حاجة ولو حصل حاجة ممكن مايعرفوش يهربوا لوحدهم او ممكن مايعرفوش يساعدوا نفسهم تمام او مايعرفوش يتوفو مصاعدة من حد حلو كده اا الحاجات دي بتبقى يعني المرضى بيبقى بانك لايك سيمتم دي يعني بيبقى في للشكل بتاعتة بانك. تمام? معناها ان هو بيبقى في دي معناها ان ممكن يبقى في حاجات تسبب احراج للشخص ده فهو خايف يحصل كده. يعني مسلا ناس كبيرة متحبش تبقى في اماكن التجامعات او اماكن لوحدها يعني ليه? لان هو خايف وصلا يقع. هو ظروفه صحية مش مساعدة ان هو يمشو كويس مسلا. او خايف ان هو يعني يفقد السيطرة على نفسه ان هو مسلا اا يعمل اللي هو مثلا غزب عنه تمام? فده طبعا تبقى محركة فهما فبالتالي هما بيتجنبوا ان هما يكونوا لوحدهم اقل تمام? دي برد السطر اللي هو ملوش لازم ده اللي هو بيقول دي بيخلي الشخص عنده فيه او انكزايتي تمام? طيب الحاجة اللي بعد كده بيقول ان دي برضو يعني الشخص بيتجنبها ليه علشان هو بتسبب له انكزايتي وكمان بيكون محتاج دي مصاحب يعني شخص مصاحب ليه عشان هو ما بيحبش كل واحد تمام اا رقم ايه بيقول الفرقة انكزايتي ده بيكون برضو اللي هي طالما شفنا الجملة الكلمة دي معناها ايه? معناها ان هي ان الظروف الطبيعية او الناس الطبيعية مش بتتجنب الحاجة دي ولكن لما شخص بقى يتجنب الحاجة اللي هي اصلا عادية يعني هو يعني هي بالنسبة له معضلة ولكن هي حاجة عادية تمام? يبقى هي ده هو ده معنا الصدو ده تمام? طيب اللي هو رقم ايف بيقول ان الفرقة انكزاية الاؤفيدنس بيكون ستة ستة شهور برضو قلنا ستة شهور تمام? يبقى هي هنثبتها الناس ستة شهور في بعض الحاجات شهر في بعض الحاجات مش عارفة كده تمام? المهم يعني ان العموما بيكون ستة شهور طيب ايه قصدي كل الانواع يعني بتكون ستة شهور معادة كم نوع كده طيب ايه ايه رقم جي بيقول ان الانكزاية الاؤفيدنس ده بيكون برضو بيعمله مشاكل في حياته الاجتماعية في حياته الوظيفية في حياته اللي مش عارف ايه بيعمله مشاكل في كل حاجة طيب افقى نظر ميديك الكنديشن زي بيخلي الحوار يعني ايه يعني الشخص لو هو اصلا عنده الفوبيا اللي اسمها اجر الحوبيا دي وهو كمان مريد او مريد باركنسون فده بيزود الحوار اكتر تمام? زي ما قلنا فوق الهاي بارسايا طيب اا الفير او برضو اللي هي الجملة بتاعت اللي هو البيتر مش عارف ايه ده بيقول برضو ناخد بالنا ان الحاجات دي ممكن اعرضها تتشابه مع ايه؟ مع ايه مثلا؟ مع الناس اللي هم بيكون عندهم رهاب اجتماع او مع الحاجات اللي هي الاو سي دي او اللي هو الوسيس القهر او اللي هو تمام اللي هو؟ اللي هو ايه? اللي هو حاجز ان هو شكله مش حلو تمام? او حاجة في جسمه غلط يعني او زي اللي هو اللي هو برضو حد حصلت روعة من حاجة. فيعني مسلا واحد فقط والدته مثلا هما الاتنين كانوا قاعدين مثلا في الاوتوبيس مثلا فبعد كده بقى يخاف يركب اوتوبيس تاني ليه لانه بيفكروا بولدته تمام فناخد بالنا نفرق ما بين الحاجات دي حلو كده طيب بيقول هنا نوت بيقول ان الاجورفوبيا دي ايه فاندي فيديو ولا مش عارف ايه المم يعني بيقول ان الشخص ده ممكن يكون عنده اجورفوبيا وعنده كمان بانيك ديس ارد عنده الاتنين فاحنا مش ناخدهم من الاتنين مع بعض ونقول ان هو عند اجورفوبيا لا لا نكتب الاتنين يعني واحنا بنكتب الدياجنوزز نكتب الاتنيني يبقى بوس دياجنوزز شود بي اس لن تمام يعني نكتب ان هو عنده اجورفوبيا ونكتب ان هو عنده ايه بانيك ديس ارد طيب انهو لوعدك ده معانا اسمه معناها معناها ان فيه كده كذا حاجة المريد ده بتجنب من هو يعملهم او بيحس بيهم تمام طيب اه في الاول عايزين نعرف الشروط اللي لازم تتوفر في الشخص ده عشان نقول ان هو اول حاجة السمطومز اللي بتصدر عليه لازم اه تكون حاجة اسمها اه مور ديز زان نوت تمام لمدة ستة شهور يعني ايه ستة شهور عندنا بكم يوم مية وتمانين يوم حلو كده طيب اه نصهم كام نصهم تسعين يوم هو ده المقصود بمور ديز زان نوت يعني ان في خلال ستة شهور لازم نص المدة لمدة تسعين يوم الشخص يفضل يحسب الحاجات دي لو لو حصل سبعين لا ما يبقاش اه تمام كده طيب تاني حاجة اه هو بيقول لك اه مور ديز زان نوت اتليست ستة مانسوز about a number of events of our activities such as work or school performance تمام طيب اتن حاجة بيقول الاندفيدول find it difficult it's difficult to find it difficult to control the worry مش قادر تحكم في القلق بتاعها and anxiety and worry are associated with or three or more of the following تمام تلاتة او اكتر ناخد بنا من حاجات دي بقى المدة ستة شهور نص عم تسعين تلاتة تلات حاجات او اكتر لازم يتوفروا في الشخص ده طب تلات حاجات اكتر من ايه بقى بالزبط ايه اللي ممكن ايه اللي لازم يتوفر فيه اه الحاجات اللي معانا اول حاجة رستلس 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 نس or feeling كيد اب او او اون ادش المصطلح الغريب ده معناه ان هو بيشعر بعدم الراحة او يشعر بالضيق تمام هو كده وهو شخص يحس ان هو مش مرتاح او شخص اا حاس ان هو بتاع بسعر اللي هو احنا يعني تمام اللي بتاع دي يعني بتاعت اللي امه الطلبة اللي امه الطب اللي هو عندنا يعني تمام او ان هو مش قادر يكس تمام او ما يندوقينج بلانك يعني يعني ان الفكرة طورت من دي ما او فاجأ انا كنت بها فكر حاجة الوقت تتجي تفتكر لا فاجأة كده دماغ كأنها بقت بريضة تمام هو دماغنا مش مرتاحة اه اه اتهم طيب ااا اا جش متخشف عندنا حاجة يعني فيه ايه تربط في النور عندنا حاجة اسمها انسومنية انسومنية اللي هو الارك عندنا نوعين نوع اسمه اردي انسومنية او لتن انسومنية يعني ايه اردي انسومنية يعني هو انا انا اصلا مش قادر ادخل في النوم مش قادر اروح في النوم. ده معناه early insomni. late insomnia بقى معناه اللي هو مجرد مسلا ساعتين من اول مرح في النوم انام ساعتين اقوم ثاني مش قادر كمان. هو ده معناه late insomni. الشخص ده بقى في sleep disturbance بتاعه هو difficulty difficulty اما falling or staying asleep يعني في early وفي late كمان. تمام? ولست listening يعني هو مش حاسس ان هو مرتاح. unsatisfying sleep يعني ينام تلاتين اربع مش تلاتين اربع ينام اتناصر او اربعتاشر ساعة وحاسس برد ان هو صاحي مش مرتاح انا عايز انام بتاني. تمام? انا قلت لكم ان كل الحاجات دي يعني تقريبا حصلت فيه. تمام? خلاص احنا كده خلصنا الكريتيريا بتاعت النوع ده. بعدنا ستة سمتوم زهو محتاجين تلاتة او اربعة منهم. خلي بنا هنا النوت بيقول واحدة بس في الاطفال ام يعني لازمة ان احنا شخص الطيب ده. يبقى في الكوبار تلاتة او اربعة. ولكن في الاطفال واحدة بس كفاية. طيب. اه الكلام بقى اللي هو العادي بقى اللي احنا عارفينه. الان كزايت اقول ده هيعيق السوشيل او او اكاديميك لايف بتاعته تمام? زهقنا بقى من الكلام ده. والحاجات دي برضو مش بتبقى بسبب او حاجة هو بياخدها او كده. او مسلا هو تعبان عنده فهو بيزهر على الحاجة دي. تمام? اه برضو اللي هو الحتة بتاعت ان هو ممكن يكون الاعرض ده موجود في مرأة مرات تانية زي ايه? زي البانيك دي سوشيل فوقي. زي كل كل الكلام ده تكلمنا عليه. زي الانورجزيا نيرفوزا. اللي هي الانورجزيا نيرفوزا دي اللي هي تقريبا واحدة مسأة هي يبتقى اكتر في مات يعني. خايفة انها مسلا تزيد في البوزن فما بتاكلش. تمام? زي مسلا اه التاني اه اللي هي دي سمورف بادي دي سمورفك دل هو شخص حس ان في حاجة غلط في جسم او في شكله. تمام? كل ريح او سكيزوفريني او دي لها الحاجات اللي هي فيها اه تهيئة التقريب. تمام? طب. كده خلصنا النوع اللي هو تقريبا يعني التامن او التاسع. التامن. تمام? هانة هي معلش. انا عارفة ان الموضوع طويل والله ومتعب بس يعني ممكن تجزقه المحبة. بس هو في النهاية والله يعني الانواع احنا بس نفرق ما بين اللي هي الحاجات المميزة والبقى هيبقى نفس الكلام متقارن. ما بس الكلام كتير مش اكتر. طيب النوع البعدي كده سابستانس او مديكيشن انديوز انجزاة دي سوردامين اسمها هو بياخد سابستانس حشيش مسلا او اي حاجة او حاجة مخدرات يعني او مديكيشن او ده هو اللي بيعمل له انجزاة يعني هو الطبيعي ان الحاجة دي هي اللي هتعمل له انجزاة تمام? اه ايه بقى الحاجة الوحشة اللي في الحبار ده ان الاعراض متشابهة مع البانيك اتاكس او بتكون بتبقى باينة او في بتاع بتاع الانجزاة ده تمام? طيب. طب احنا هنعرف ان انا ازا كان بانيك اتاك او بسبب حاجة هو مضمنها. هنعرف منين? هنعرف ان الهيستوري من الفيزيكال ايجزامنيشن هنعرف ان الابراتري فايندينجز تمام? يعني ايه? احنا هنعرف هستوري من المعيد. انا قولوا انت بتاخد ده معين او لازم بقى المعيد يكون بقى امين مع الطبيب النفسي ده. يقولوا انا مسلا كنت باخد مش عارفة مخدرات او حاجيش او اي بالوة يعاني. تمام? اه فساعتها اول ما اول ما الدكتوري هيعرف ان هو كان بياخد ده او بياخد حاجة هيعرف ان هي ده مش بانيك اتاكوا الحاجة لا دي سابستانس او مديكيشن او او فيزيكال انجزامنيشن يشوف مسلا هيلاقي مسلا الكلاب بتاعته متضمرة مسلا او فيها مشكلة بسبب ان هو ايه? كان بياخد ادواج تي او الدواء ده يعاني. ده هو بيعملو انجزايتي او اللابوراتري فرايندينجز اللي هو يعني هيقسلو بقى حاجات ومش عارف كده يعني. في الدم يعني. هيلاقي ان الدواء ده موجود في الدم بتاعه مسلا. تمام? طيب بيقول بقى في حاجتين كده هيبينو. اول حاجة ان مش عارفة كرتونين ايه ده ولا سيروتون ايه ده? ده معانا ايه? انا كنت الفكرة ما قال ليه ليه معانا يعني جامع بس هو معناه ان هو البداية المرض او اللي هو العرض اللي هيزهر على المرض. اول حاجة تزهر من المرض يعني. تمام? دي بتحصل امتى? اول او سون افتر سابستانس انتوكسيكيشن. يعني من اول ما السابستانس دي تبتدي تزيد. وهو الشخص اللي هو الحاجة اللي بتعمله دي. الدواء ده يعني لما يحشي يبتدي يزيد الكمية او بعد ما يوقفه بفترة قليلة يبقى ديورينج او سون افتر سابستانس انتوكسيكيشن. تمام? او بعد ما اي او بعد ما يعمل له ازدور بعد ما يوقفه شوية. افتر اكسبوجر ده بيظهر بعد ما الدواء ده يتسحف فجأة او الدواء ده يزيد فجأة. بفترة قصيرة. تمام? هو ده مقصود بقى اول فترة. تاني سلطة بيقول ان الدواء ده اول مدجيشن ده بيكون قادر ان هو يبردوس السيمطوم. انا مش فهم اياه قادر ان هو يعني يبردوس السيمطوم او يزهر السيمطوم بتاعت القلق يعني. تمام? طيب. تالت حاجة الحاجات بقى اللي هي الاستنبال اللي احنا عارفينها بقى. مش عارف ايه اللي بقولها دي. زي مسلا ايه? اه. زي حاجة اسمها تمام? انا مش مش فهمة طبعا اول لان الحاجات دي المفروض انها مواضيع تانية. تمام? اه. 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 هنا بيقول ان هو ممكن يكون اه. الحاجة اللي زهر عليه دي مش بسبب مش بسبب الدرب طب نعرف منين. هنلاقي ان الاعراض بتفضل مستمرة اكتر من شهر بعد ما الدواء ده يوقف تمام? فلي هو كده خلاص الدواء براقة تمام? ده عنا حسب ما انا فهمين. طيب النقطة اللي بعطي كده بيقول ان دي زي ما قلنا او هناخدها اصلا اه اللي هو عدم درابي الواقع او تحس ان انت فجأة انفصلت عن الواقع اللي حواليك تمام طيب بيعمل مشكلة في السوشيال بيعمل مشكلة في او اي حاجة تانية تمام بيعمل مشكلة يعني في الحياة الوظيفية او الاجتماعية وكل الكلام ده طيب اخر النوت بيقول ان ال نفس الكلام اللي احنا قلناه في او بيقول ان حاجة زيادة ان امتى نعرف ان الحاجة دي بسبب الدواء او نتاكد ان الحاجة دي بسبب الدواء او الحاجة اللي هو المادة اللي مدمنها دي ان الاعراض او بتكون بتكون زاهرة او زيادة عن اللازم لدرجة ان هي بتكون سفير ان هي درجة ان هي بتشد انتباه المريض يعني المريض ممكن ما ياخدش بها لو اي حاجة دي ممكن ما ياخدش بها لكن في الحالة دي بيكون الاعراض شديدة اوي لدرجة ان المريض نفس هو اللي بياخد باله قوي. تمام? هو ده مقصود بالسطر ده يعني. الجزء اللي فوق ده برضو بتاع اكواد وحاجات غريبة كده. تمام? قلنا انها مش معين. طيب. اه في حاجة اسمها انجزاتي ديوتو انظر من ديك الكنديشن. ده نوع تانية. مس هو نوع تحسوا نفس الكلام يعني بيتقاني. فيش حاجة جديدة. معناها ان الشخص ده عنده مرض هو اللي بيعمله انجزاتي. تمام? طيب بنشوف ايه? بنشوف ان برضو عراض البانك قتلك بتبقى ظاهرة اوهين. طيب هنفرق اما بينها ازاي ما بين البانك قتلك الحياية. عن طريق برضو نفس الكلام. هناخد هناخد من الشخصة هنعرق ونكشف عليه وكده هنعرف ان هو عنده حاجة تعباية. وان الحاجة التعباية هي اللي عمليه. تمام? والباية بقى نفس الكلام اللي احنا قلنا لسه قلينه فوق. تمام? طيب وده جزء برضو الاكواد ده ما طيب. طيب. طيب ده اخر نوع معانا ان شاء الله او نوع الابنة الاخير اهو ازر دي بقى شوية حاجات كده احنا مش لقين لها نوع تمام? يعني احنا لا عارفين نصنفها ناحية ولا عارفين نصنفها ناحية المسلا اللي هو او مش لقين لها نوع محدد. يعني هي مش بتتوفى كل الشعوط المطلوبة عشان نبسم بالعشر ان ده نوع محدد من لأ. يعني مسلا في نوع احنا نكون مسلا عايزين تلاتة على اقل. احنا نلاقي هنا اتنين بس. فاحنا مش هنقدر نقول ان هو ده المرض. او مسلا في نوع بنكون عايزين المدة تكون ستة سهور. لا المدة هنا خمس سهور. فاحنا مش هنقدر نقول ان ده المرض. تمام? فاحنا جمعناها وكده لهم الحاجات اللي هي مجهولة الهوية دي جمعناها تحت ايه? تحت كلمة ازر اسبسيفايد انجزاية دي سور ده. مفهومة كده? تمام? نقر بقى الكلام. اه بيقول ان الكلام ده كله هي جملة بس مهمة مهمة يعني هم هي جملة واحدة بس مهمة هي ان اله سواء بس هراء او اه ايه. دازنت ميت زا كريتيريا فور انجزاية دي سور ده يعني في الكائل يعني هي بتفتقد لشرط معين يعني هي مش بيكون فيها كل الكريتيريا اللي هي مطلوبة ان احنا نقول ان ده نوع معين. تمام كده? ولكن في سبب يعني هو ممكن يكون مسلا. في سبب ان هو مسلا بيخاف من السباريشن. اه الطفل ده مسلا بيخاف من السباريشن. فاحنا نقدر نقول ان دي سباريشن. بس مش قدرين قوي نقول ان دي سباريشن ليه لانه واحد مسلا مطلوب ان هو تلت حاجات او اربع حاجات. احنا لانه حكتين بس. فمش قدرين نقول. ولكن في سبب واضح. تمام? يبقى عشان كده سمي ناس بالسفك. تمام? انه اجابها الامثلة عشان هنفهم هنفهم اكتر بيه. اول حاجة بيقول اه سمتوم اتاك. يعني ايه? يعني الشروط كلها مش مستوفية. فيه شرط ناقص. فاحنا مش قدرين نبصن بالعشرة ان ده النوع معين. تمام? احنا لو نفتكر الجملة دي قلنا معناها ايه? معناها ان لو ستة شهور هيبقى فيها مية وتمانين يوم. فلازم الاعراض تفضل مستمرة لحد نص نص المية وتمانين يوم اللي هما كام اللي هما تسعين يوم. فجاء هنا لان الاعراض بس مستمرة سبعين. هل نقدر نقول ان هي دي جنراليز دي انجزائتي دي سوردر? لا ما نقدرش. ليه? لان هي مش مستوفية كل الشروط. فاحنا حطيناها تحت مسمى ايه? مسمى اللي هي سبستفك مش عارف ايدي. تمام? اظن كده الحوار وضع. طيب اه او حاجة اسمها خيال كاب او مش عارف ايه نيروز كده. دي بقى حاجة غريبة كده يعني هي جاية اصلا مش عارفة ما لهاش موقع من الاعراض بس هي من يعني معناها كده اه ان في ناس بتعتقد ده حاجة بتبقى حاجة كافية كده في ناس بتعتقد ان مسلا في حاجة في جسمهم زي الهوى او زي الدم او مش عارف ايه ممكن يجي على مسلا الرئة بتاعتهم فيعمل لهم مشكلة. ممكن يجي على النيرف بتاعهم فيعمل لهم مشكلة. تمام? ده على حسب ما نفهمه على حسب ما اسمعت الدكتور يا شرح يعني. يا حاجة ما لهاش لازم يعني. مهم ان احنا عرفنا الفكرة بتاع النوع ده اللي هو اسمه ازر سبسيفايت انكزيتي سوردر. يعني ده اي دي سوردر لسبب معين لسبب سبسيفيك ولكن مش مش يعني مش مستوفي كل الشروط فعشان كده جمعناها تحت الاسم ده. تمام? طيب. دي حاجة شبه. اخر نوع بقى معينة الحمد لله يعني بفوها. معناها ايه? معناها برضو حاجة مش مستوفية الشروط كلها فاحنا ما نقدرش نجزم ان ده نوع معين ولكن ملهاش سبب محدد كمان يعني مفيش اسبسيفيكوز فسميناه انو اسبسيفايت انكزيتي اقول الكلام ده مقرر مع ده كلمة واحدة اللي هو ايه? سوناك ايه دور علي اهو. نوت توسبسيفاي ريزة تمام? مفيش اصلا سبب محدد يعني هو مفيش مسلا سبب محدد ان هو مسلا فيه سيباريشن. مفيش سبب محدد ان هو مسلا عنده الفوبيا من الحشارات. فيش ايه سبب محدد انت ملموس تقدر تمسكه. ولكن يعني طالما ما فيش سبب محدد يبقى ايه يبقى ان اسبسيفايت. ولكن لو فيه سبب محدد يبقى اسبسيفايت. تمام? كده خلصنا الحداشر نوعا بتاع الانجزاتيزوردة. تمام? فاضل بقى شوية حاجة بسيطة يعني ان شاء الله اه ما تكملش ربع ساعة بازن الله ونكون خلصنا نفيد. تمام? الابيديميوليش او الانجزاتيزوردة ده بشكل عام بيحصل فين? بيحصل اه من كل اربعة هنلاقي واحد. تمام? يبقى اه one or four one of four person of the has the diagnostic criteria. for at least one an excited disorder. يعني ايه يعني من كل اربعة? عندنا على الاقل واحد. عنده على الاقل نوع من الانجزاتيزوردة زي اللي احنا عمان نتكلم عليها. مفهومة كده? تمام. طيب وبتقفقت الميل اكتر ولا الفيميل? لا طبعا يعني معروفة ان الفيميل دايما هم اللي عندهم قلق شوية بسيطة. ايه بقى الومن? الومن are more likely to have an excited disorder. تمام? زن ميل. تمام. طيب بالنسبة لاتيولوجي بقى. طبعا يا برد ما فيش اتيولوجي واضح بس عندنا 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 اللي هي بتاع الطب بقى. طيب عندنا تلات حاجات. حاجة اسمها اه معلش بس الفيديو كان فصل. نكمل احنا كنا بنتكلم على بتاع لاتلكزاية disorder قلنا ان عندنا ا�意ورز اما فيشيولوجيكال سيورز اما بيولوجيكال سيورز. بالنسبة لفشيلوجيكال سيورز ايه اسمنها ثلاثة اول حاجة старاء انا bekommt أول حاجة يا jamahuches ايه قاكم بيقول ان ده او ده نابع من سراع ما من حاكتين. يوم من حاكتين العقل الباطن واللي هو العقلنا الطبيعي. اللي هو بتاع بتاع البرين والكونشو بارت. تمام? في حاجة عندنا اسمها او العقل الباطن. اه او الجزء اللواعي. تمام? ده اللي هو الحاجة المسؤولة عن التخيل عندنا. اللي هو لو حد عايز يقتل حد. اه يعني تمام? اي حاجة احنا بنتخيلها جوة عالنا هي مش الطبيعي انها تحصل يعني او مش مش هتحصل اكيد مش هتحصل. تمام? اه والطرف التاني بقى في الخناءة يعني العقل الباطن الطرف التاني بقى من اللي بيرجعه? من اللي بيرجعنا عن التخيلات اللي احنا بتخيلها دي اللي هي ما تنفعش وتطلع اه اللي هو الجزء اللي كونشو اصبارت. او بنسميها السوبر ايجو. او الاكسترنال رياليتي اه اللي هو السوبر ايجو ده بمعنى صح الضمير بتاعنا. تمام? يعني حاجة اه هي تراجبتها اسمها لانا العليا انا مش هم يعني ايه بس هي اللي انا فهمت ان هو حاجة زي الضمير او اللي هو الحاجة اللي بتمنعك ان انت تطلع افكارك اللي هي اللي عبيتها اللي جواك دي او العنيفة او اي حاجة ان انت تعملها لان دي مش الطبيعي انها تحصل بره. تمام? فالكون في اجتما بين الحاجتين دول او الخلافة الصراع اللي ما بين الحاجتين دول هو بيعمل لنا في الاخر حلو? يبقى نقرأ يبقى يعني التخيلات دي ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون حاجات ما تنفعش تطلع تمام? يبقى ده جزء اهو والتاني الجزء التاني اللي هو الطرف التاني يعني في الخناقة. تمام? بقى ده وده. تمام? اللي هو الجزء المتخلف اللي بيعمل افكار متخلفة الجزء اللي هو بتاع الضمير. الاتنين لما يتخلقوا مع بعض هيعمل لنا اي? هيعمل لنا انكزايتي. حلو كده? تمام. طيب اه تاني حاجة اللي هو يعني اي يعني اه يعني اقارد فعل لحاجة معين انت تتعرضت لهم. مسلا اي حاجة اي حاجة عرضت لها. اه فخلتك تقلق. تمام? طيب. دي معناها حاجة في حاجة في الادراق. يعني عارفيني الناس اللي هي ده بيكون result من. عارف الناس اللي هي بتفكها كتير قوي. اه بتقفر شوية يعني في اللي هو الاستفسار. اللي هي حاجات الوجودية. فهمين الحوار ده. اه الناس دي بتدخل بقى في المراحل دي من. ده على حسب ما انا فهمها عشان طبعا الكلام ده كبير قوي علينا يعني. طيب ده بالنسبة لايه الفيسيولوجيكال اه الفيسيولوجيكال اه السيكولوجيكال سيورز تمام? طيب بالنسبة للبيولوجيكال سيورز حاجات بقى اللي هي ايه اه طبيا بقى ايه بقى? اه ده بيحصل نتيجة ان فيه تمام? او تمام? ده بيحصل نتيجة مسلا ان اه اه اشتغلت زيادة عن اللزوم اللي هما النور ابنفرن والحاجات دي تمام? النور ابنفرن ده مسلا مسؤول على ان هو بقى السمبستاتيج يشتغل فلما يزيد اوي عن اللزوم او السنستيفتي بتاع ريسبتر دي تزيد اللي هو النور ابنفرن في مستقل طبيعي ولكن ريسبتر هي اللي بتدي يرد فعل السنستيف تمام او زيادة. فده بي يعني بنفقد السيطرة على النور ابنفرن يبقى بوردي ريجوليتب. فده بيزود السمبستاتيكتون في خلي في ايه اه او السيرتونين بسرح انا مش فهم الميكانزم ده قوي بس الا فهمتوا ان السيرتونين مش بيخلي يكون فيه الشخص ده يكون فيه انكزيتي تمام ولكن الناس دي اللي عندها انكزيتي بنلاقي ان السيرتونين تيرن اوفر او ان هو السيرتونين يقل يعني بيكون عندهم زيادة يبقى فين بقى في البريفيرانتال كورتكس ونيوكليز مش عارف ايه والامجدالة والترال هيبو سلمس تمام طيب ثالث حاجة الجابة الجابة ده يعني ده بيعمل ده بيخلي السمساتك يهدر ولكن الجابة ده ممكن مسلا يكون فيه حاجة يكون فيه حاجة بتعطل صغر زي البنزو دايس بينز تمام البنزو دايس بين ده بنزو دايس بين حاجة سماني كده حاجة بتزود الاكتيفتي بتاعت الجابة تمام مش بتعطلو حاجة بتزود الاكتيفتي بتاعت الجابة تمام كده فلما احنا نزود الاكتيفتي بتاعت الجابة الجابة ده اصلا انهيبته فنعمل انهيبشن للسمساتك الزيادة ده فيبقى دي حاجة كويسة يبقى ده بنعالجها فين بتاعت بتاع الانيجزاتي ديسورد حلو كده يا ربكم مفهومة بس طيب ولما بيقول هنا لما بنيجي نعمل سيتي او ام ار اي بنلاقي ان في انكريز في السيز بتاع السيبرال فينتركلز وكمان لما نعمل ام ار اي هنا بنلاقي في ابنورمالتز في الفرانتال كورتز وممكن يكون سبابه زينيتك تام فيبقى فيه هيرداتري بردس بوزن تاكترين تمام طيب اخر حاجة اه نيورو اناتوميكل اه في حاجة اسمه هايبو سلاميك بتيوتري ادرينا الاجزة senate احنا اخدناها تبعا حاجات دي اللي هوا اللي هي اصلا اللي هي الليوي بتاع القضط بتتحكم فين بتحكم في الا knobديلان دي دي مسلا فالبتيوترا اصلا عشان تتحكم في ال Colombia هي بتتحكم فيها كمان يعنى ال分다�進الاتري بدا ك mutation دي 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 رئيس الوزراء وال ادرينا لو بقيت القدت ده اي دي وزير تمام فممكن يكون دا او الاكزست دا في مشكلة ففي لغبة الابقى في الحاجات اللي زيد والحاجات اللي زينا اصلا مش عارف ايه فيعمل لها انجزال. تمام? فين في الليمبك سيستم ومسعارف ايه حاجات كده غريبة كده بصراحة انا ما معرفش ايه ده تمام? حاجات سينيس بقى يعني الله لا يعيد ايامه. تمام? فدي بتأثر لنا على على الجزال. تمام? طيب. خلاص كده خلصنا اسباب. ندخل بقى على العلاج. اه العلاج عندنا اما سايكو سيربي اما فارماكو سيربي. طيب سايكو سيربي ده يعني اي? اه في حاجة اسمها سي بي تي او كوجنيتف. دي بنستخدمها في الناس اللي هما بيكون سببها ايه? بيكون سببها كوجنيتف. تمام? الناس اللي احنا قلنا نابس ايه لازالة وجودية وبتفكرة كتير ومش عارف ايه. بنعمل لها حاجة اسمها كده ايه. تمام? دي طبعا حاجة يعني برضو ما نفهمهاش. تمام? اه يعني فيه تكنيك ونعمه بقى على شزلونج والجاو ده. تمام? وفي حاجة اسمها يعني ايه? يعني حاجة كده زي ما يكون اه الدكتور ده او الطبيب النفس ده بيحل شخصيتك ويعود يتكلم معكم مش عارف ايه حاجة كده علاج سايكوسيرابي علاج يعني فهمين بالكلام كده ومش بالااااا مش بالعلاج يعني. طيب ندخل بقى بالعلاج بقى اللي هو الادوية يعني الميديكال. ايه اه فارماكوسيرابي. قلنا ان احنا عندنا مشكلة ان السيرتونين بيقل تقريبا او تكسيره كتير. فاحنا نعمل ايه? ندي اس اس ار اي اللي هو سيليكتر سيرتونين. اه نخلي بتاع السيرتونين يقل. تمام زي الفلوكزوتين ومش عارف ايه ونحفز الادوية دي ممكن تيجي برده. احنا كده كده عند رقصة محضرات فارماكوسيرابي اسا انا هناخدها بعدين. تمام او النور بنيفرن انا نقليله برده تمام? هقلي بتاعه زي الفينيلا فاكزين ده مش عارف ايه. او ندي بنزو دايس بنز اللي هي بتزود يعني بتاعت بتاعت الجابة اللي احنا قلنا ان هو انهيبته. تمام? زي اللي كنونها زباب زبام. وكده يعني. تمام? كده يكون خلصنا. اه فاضل بس الكازيس. فاضل اللي هي الكازيس اللي احنا قلنا عليها. اه عشان بس كيتها درب كده. وكان مراجعة للمحاضرة عشان نفتكر الكلام. تمام? اه يلا ناخد اول كاز معانا اه بيقول اه يعني واحد واحدة جايبة ابنها اللي هو 11 سنة بتقول انه هو الطفل ده عنده اه انجزاتي سيمتم زي اه اه مسلا كل ما اه انجزاتي سيمتم اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي النوزيا والفومتينج والبتاع ده والهدك والكلام ده تمام? حاجات دي بقى بتظهر له كل ما يجي يمشي على المدرسة او كل ما هي تروح الشغل اه او تسيبه لوحده تمام? وهو بيرفض ان هو ينام لوحده في اه في اه ده تخصه يعني والسيمتوم دي بتبقى موجودة في اه يعني استمرت لخلال خمس اسابيع. طيب نبتدي بقى اه نفكر كده من مغنى حاجات دي احنا شفناها فين شفناها في اول طيب خالص اللي هو اسمه ايه? اللي هو اسمه سيباريشن اه طيب اه انجزاتي تمام? سيباريشن ان هو الشخص اه متعال او بحد مسلا امه او او كده مش بيقدر يسيبه تمام? واهم حاجة اهم حاجة ان هو اه جت لنا تلات اه تلات اعراض يعني تلاتة سيمتوم مش اقل تمام? او اربعة مش فاكرة. المهم ان هو في كزا حاجة اتعملت مش اتنين مسلا بس ولا حاجة. وكمان الشرط التاني ان هو عد اكتر من شهر. احنا قلنا ان الحالة دي بنحتاج ان هو شهر بس عشان سيمتوم. لا الحمد لله هي عدد اكتر من شهر. مش الحمد لله انا قصدي. ان في الكيس دي قلت لنا ان هي عدد شهر. تمام? يبقى كده تمام? نختار ان هي سيباريشن واحنا اي متطمنين. تمام كده? طيب. اه تاني كيز معانا. اه تلاتة وعشرين يرزق له في ميل. اه في الانتروفيو. يعني واحدة عندها تلاتة وعشرين سنة. اه بتقول ان هي وها تعمل انتروفيو عشان تقدم على وظيفة معينة مش بتقدر تتكلم. ولكن هي بتقدر تتكلم في الموقف التاني عادي. تمام? ويقول ان هي دايما اصلا بتحضر كلامها. اه قبل ما تجي تعمل انتروفيو. ولكن برضو على رغم من كده بتفشل انها تتكلم. يبقى ده احنا قلناه فين? قلناه فين الناس اللي هما اه مش بعرفوا يتكلموا دي كانت اسمها ايه يا جماعة? مش فكرة وضنا. اه ثواني كده. كانت اسمها سيلكتف ومتزل ثاني نوع معينة. اللي هو بيتكلم في كل الاماكن عادي. ولكن لما يجي مسلا يعمل انتروفيو او مش عارف جيه لكم خطبة او الكلام ده مش بيعرف. الكلام مش بيطلع. تمام? طيب الكيز اللي بعد كده. اه على فكرة الكيزز دي اه في من ضمنها اه يعني جات في امتحان العامل بتاع السنة اللي فاتي. انا مش فكرة انهي بالزبط ويعني بس احنا نعرفهم كلهم. والامتحان بيجي بالمنظر ده. طيب. ستة وشين يرزي قول ده ستة وشين سنة كل ما تشوف اه عناكب بتحس بالسيمتومز بتاعتي تمام? ال problem دي اه most of your life. يعني مدة كبيرة اهي تمام. ازبشانت انت هر فاملي اه اي اه سفاري هوليدي. تمام? ابسوت لترفيات ذات. شيووو بي فيزد ويز اسبايدا هي مسلا او انت شيوو دو. يعني هي اه رفضة ان هي تروح معاهم مرحلة سفاري مسلا عشان اي خايفة تلاقي عناكب ابتل. تمام? يبقى دي اي من قبل من 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 غير اي حاجة يعني باينة هي ان دي حاجة فوبي تمام من ايه من العناكل حلو كده خلي بنا في حاجة اللي هي جملة بتاع دي دي تقريبا جيبة عشان اللي هو احنا نحس ان دي احنا شفناه في تمام ولكن عايز شروط كتير احنا ما فيش غير شرط واحد تمام فطبعا ما نختارش بانك اتاك لأ احنا نختار ايه نختار اللي هي الفوبي عشان فيه تمام اه دي واحدة كل ما حد يجي يقولها مثلا يعرفها مثلا على ناس معاها او كده او تيجي تاكل في مطعم او بتاع تحس انها مرتبكة ده ايه؟ ده سوشيال فوبي تمام؟ اه نرجع للشور حانعرف ان هو سوشيال فوبي اه تمام اه 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 اميرجنسي روم واي فير اوف اسوشيشان واز شورتنس او فييس ناخد بلنا اه اه يعني دربات قلبها مش منتزمة او سهر يعني سيمتم لاست فور عشين منت تمام? احنا ناخد بلنا كل كل ده مهم جدا يعني انها تحصل تاني دي برده مهم دي باية نهاية انها بانك اتاك ليه دربات قلبها مش سريعة دربات قلبها سريعة عندها دقيق في التنفس خايفة تفقد السيطرة وتبقى مجنونة خايفة تموت حصلت لها الحاجات دي 4 مرات في خلال شهر اربع قصدي اطلع لها اربع يعني حصلت لها اربع حاجات من الحاجات دي خلال شهر خايفة ان الحاجات دي حصل لها تاني كل ده شفناه فين وطبعا وصلت بتاعتها في عشرين منت كل ده شفناه فين شفناه في البانك اتاك تمام يبقى ده ايه ده بانك اتاك البتاعة دي هي اللي جات في الامتحين تمام هي واحدة من الكزيس اللي احنا قلناها من شوية ولكن دي انا متأكدة انها جات هو قالي انها جات يعني الدكتور لجنبيسو تمام طيب اه خلاص كده خلصنا اه خلصنا كل حاجة خلصنا الكزيس اه يعني انا مردتش راجع عشان الكلام كتير تمام الكزيس كانت زي مراجعة كده للحاجات اللي هي المهمة يبقى احنا قلنا اين مهم في المحضر دي الطيب سي بتاعت الانكزيتي نعرف ان كل طيب ليه مدة معينة تلات شهور ولا مش عارف اربع شهور ولا ستو شهور نعرف طبعا الكلام ده نجمع في الاخر ونعرفه ونعرف ان هو مطلوب كم من الكاركترز بتاعت المرض ده عشان نبصن بالعشر ان المرض ده اس ونعرف ان كل نوع بيخاف من ايه بس كده هو ده هو ده كل المحاضرة وطبعا كل الكلام الباقي رغي يعني ايه ومكرر تمام اه معلش انا انا طولت المحاضرة داخلت بساعة وتلت تقريبا اه بس اه يعني صدقوني المحاضرة مليانة اوي وكبيرة فغصب عني و اه ولو في اي حاجة مش واضحة اقولي ايه وانا عيدها ان شاء الله شكرا